يرفع هذا الرجل الكردي بيده دليلاً حياً على أن قريته الكردية لم تعد صالحة للحياة فما تبقى من هذه القديفة الصاروخية التركية وما تبقى من بيته مجرد تذكرة له بألا يعود وتذكرة له للخروج بعيداً على مدى هذا الطريق الطويل عبر الأكراد من قرية سارارو في شمال العراق وغيرها بعيداً عن البؤر الاستيطانية التي استحدثتها تركيا في المواقع الجبلية النائية على الحدود عندما وصلت تركيا إلى المنطقة لأول مرة أقاموا خياماً صغيرة محمولة لكن في الربيع أقاموا بؤراً استيطانية بالطوب والإسمنت أصبحت منازل حقيقية بنوا الشوارع ووضعوا خطوط الكهرباء يتأمل هذا الطفل الكردي مطبخ منزله المدمر وغرفة جلوس التي تزين جدرانها بلوحات وصدع كبير في الجدار بتوقيع الأتراك وكذلك هذا السقف شبه المنهار بسبب صراع أدى إلى إفراغ 800 قرية على الأقل منذ عام 2015 عند منهار وقف إطلاق النار بين تركيا وحزب العمال الكردستانية جاءوا بالطائرات وضربوا بالسواريخ داخل القرية أيضاً كان القرويون خائفون للغاية بقينا على هذا الحال لمدة يومين وتحملنا في اليوم الثالث في اليوم الرابع غادرنا القرية مراقبون يرون أن تقدم تركيا عبر الحدود العراقية بحجة حماية أمنها القومي سيزيد الصراع أكثر خاصة أنها تجذب القليل من الاهتمام العالمي فلتركيا اليوم 80 موقع استيطانياً داخل حدود العراق أغلبها تم بناؤها في العامين الماضيين يحمل هذا الأب مخلفات قدائف صاروخية أمام أطفالهم الذين يبدو الحزن على وجوههم جلياً ورصاصة تركية أكبر من كف يده إلا أنها لم تقتل أي منهم ليذكرهم دائماً بأن الرصاصة التي لا تصيب ستخيب هلال علي لقناة الحدث